الفوائد الصحية لتناول الخس الخس هو إحدى الخضروات الوراقية التي تم زرعتها بداية في مصر حيث كانت تستخدم بذوره كسماد للتربة فيما بعد اكتشف المصري فوائد كثيرة للخس لا تكتصر على بذوره في حسب بل وقد وجدوا أيضا فوائد أخرى لا تعدى ولا تحصى لأبرقه وسيقه انتقل الخس من مصر إلى الدول الأوروبية عبر التجارات المتبادلة ثم انتشر لكافة الدول في العالم أطلقت عليه تسميات مختلفة عربية وغربية ولكن فوائده المتعددة متفق عليها في جميع تلك البلدان التي وصل إليها فوائد الخس تحتوي أوراق الخس الخضراء على نسبة كبيرة من عنصر الحديد المهم جدا لمكافحة وعلاج مرضى فقر الدم كما ويحتوي الخس على فيتامينات مهمة مثل فيتامين باء وفيتامين سي المهمين جدا لمحاربة فقر الدم والحفاظ على صحة الجسم تحتوي أوراق الخس على عنصري الكاليسيوم والفسحور المفيدين بشكل رئيسي لصحة العظام ومحاربة مرضها شاشة العظام الناتج عن نقص كبير لعنصر الكاليسيوم في جسم المريض تحتوي أوراق الخس على حمض الفوليك الذي تحتاجه النساء الحوامل بشكل كبير خلال فترة الحمل لمنع فقر الدم والتشوهات لدى الأجنة يحتوي الخس على عنصر السيليكون والفسحور والكبريت الضرورية للعناية بالشعر وتحفيز نموه ومنع تساقطه أيضا للعناية بصحة الأظافر والحد من تكسرها وضعف نموها تحتوي أوراق الخس الطازجة وغير الذابلة منها على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الجسم بشكل كبير لبناء العضلات والعمليات الأليض أيضا ينصح بتناول الخس للتخلص من الإمساك والمشاكل البولية إذ أنه يحتوي على قدر كبيرة من الماء ويساعد بشكل كبير في إدرار البول وغسل الجسم من الأوساخ يصاب الخس بشكل دائم للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد حيث أنه يحتوي على أقل نسبة من الدهون والسكر وبالتالي فقد يشعر الإنسان بالشبع نتيجة تناوله لأوراق الخس دون أن يؤثر ذلك سلبا على اتباعه لحمية غذائية يستخدم عصير الخس كمرطف فعال للبشرة لإحتوائه على نسبة كبيرة من الماء والفيتمينية المهمة لمعالجة البشرة الجافة والمتشققة كما يستخدم لعلاج الدمامل والبثور وحب الشباب يستخدم الخس كمهدئ للعصاب بأكل أوراقها الطازجة حيث يساعد في الاسترخاء والنوم خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق بشكل مستمر يستخدم الخس عادة في السلطات كمكون رئيسي يضفى عليه طعما خاصا ولونا جميلا كما يستخدم لزينة أطباق الطعام المختلفة حيث يعطي وجود الخس على مائدة الطعام رونقا منعشا وجذابا في حين يعتبر الخس مخزونا كبيرا جدا للفيتامينات والمعادنة المهمة والضرورية للجسم ولكنه من ناحية أخرى إذا تم إهمال تخزينه وتبريده بشكل صحيح سوف يفقد فائدته مكتسبا بقعا داكنة وبكتيرية ضارة للجسم حيث يفضل غسل الخس بالماء النظيف والبارد وتخزينه في بيئة باردة لمدة لا تزيد عن أسبوع ويفضل تغذيته بأكياس نيلون بعيدا عن أماكن تخزين الفوكه وأكله طازجا للحصول على أكبر قدر من الفائدة منه والله تعالى أعلى وأعلم أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة وجزاكم الله خيرا